لا ينقطع أنين المحافظات العراقية من الشمال إلى الجنوب كل واحدة في شأن وهذه البصرة اليوم تأن عاطشا ومرضا بينما ينشغل حكام العراق الجديد بتشكيل الحكومة 17 ألف شخص أو يزيدون أصيبوا بالمخص المعوي والتسمم كما تنطبق عليهم أثار مرض الكوليرا جراء تلوث المياه وملوحتها بحسب دائرة صحة البصرة أزمة المياه في المحافظة تمتد لسنوات مضت لكنها بلغت أوجهها هذا العام بالتزامن مع الحر الشديد وتداعيات أزمة الجفاف والتصحر فضلا عن أزمة الكهرباء كإرث متوقع من حكومات الفساد غير أن ما يجري لا يساوي شيئا أمام الكارثة القادمة كما كشفت النائب انتصار حسين من أن الخطر الجديد يتمثل بنشاط الأمراض وخاصة الكوليرا في شهر أيلول المقبل محذرة من خطر حقيقي يهدد سكان البصرة في وقت قللت فيه وزيرة الصحة عديل أحمود من خطورة الوضع البيئي في المحافظة وعدت حالات التسمم الألفية ليست بالعدد الكبير مجلس محافظة البصرة قال إن ارتفاع المد الملحي والتلوث حول شط العرب حوله من منطقة عذبة إلى حوض بحري بالكامل بالإضافة لامتزاجه بمياه المجاري وصعوده إلى محطات الإسالة ما أثر على الحياة الصحية للمواطنين متهما حكومة العباد بإهمال أزمة المحافظة المجلس دعا إلى مثول العباد أمام القضاء لإهماله المحافظة وعدم محاسبة المقصرين بحقها مبينا أن وعود رئيس الحكومة لا قيمة لها كوعده عام 2016 بإنشاء سد للمحافظة الذي أكدت وزارة الموارد المائية حينها عدم صلاحية إنشائه وإن كان مفهوم الصلاحيات يقاس على أهلية المسؤول لمنصبه فإن أزمة البصرة تكشف عن أمرين برأي مراقبين الأول هو الإهمال الحكومي المعتاد نتيجة الفساد المستشري بمؤسسات الدولة أما الثاني فيحمل الأول على نزعة انتقام وإهمال متعمد كرد على المظاهرات التي تشهدها المحافظة وكأن لسان الحالي يقول إن لم تموت قتلا في الموصل فإنك ستموت عطشا في البصرة